اشتركوا في القناة وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد منزلة الثقة بالله تعالى ونحن نتحدث في منازل السائرين إلى الله تعالى وصلنا في الجلسة الماضية إلى منزلة الثقة بالله تعالى وسبق أن الثقة بالله تعالى تعني اليقين الراسخ بأن الله لا يخلف وعده وأنه على كل شيء قدير وهي الإيمان الصادق بكل ما أخبر به جل جلاله الثقة بالله تجدها في سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما ألقي في النار فقال بعزة الواثق بالله حسبنا الله ونعم الوكيل هذه القصة التي تقرأون والتي تسمعون تنبيك عن منزلة الثقة بالله تعالى النمرود رأس الكفر يريد أن يبطش برأس الإيمان بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن بداية يلقي القبض عليه وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده ثقة بالله تعالى بس ألقي القبض عليه يطلب إليه أن يبدل دينه فيرفض والنمرود يهدده لكن سيدنا إبراهيم عنده إيمان قطعي بوعد الله تعالى لأنه ينجي المؤمنين يوضع في المنجنيق يعني الشدة تزداد والخطر يداهم وإبراهيم عليه السلام عنده ثقة بالله تعالى يقذف في المنجنيق خلاص يا إبراهيم قذفت لا لا الله ينجي المؤمنين وعنده ثقة وفي بعض الروايات بأنه عرض له جبريل وهو يلقى في النار قال يا إبراهيم ألك حاجة فقال سيدنا إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل يكفيني الله أنا ثقتي كلها في الله تعالى الثقة بالله هي اليقين الجازم الراسخ بأن الله لا يخلف وعده بأن الله تعالى كلامه صدق بأن الله تعالى كلامه حق بأن الله عز وجل على كل شيء قدير فكان أن قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يقول بعض المفسرين لو أن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا على إبراهيم لتجمد إبراهيم لتجمد إبراهيم في النار لكن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الثقة بالله تجدها عند سيدنا إبراهيم والسيد هاجر روى البخاري في صحيحه قال ابن عباس جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم رجل توفى الله تعالى زوجته عنده بنت أمره 14 سنة وحيدة هذا الرجل بقي أسبوعا لا ينام سؤيل شباك يعني نحن نقدر زعلك لموت زوجتك وليش معا متنام قال معا بيروح انبالي انه هذه البنت من الذي سيربيها بركي كمان أنا متت كما ماتت أمها شو بدي يصير ببنتي يعني بدي يصير ببنتك ان الذي خلقها هو الذي كفلها فدع ثقتك بالله تعالى موثقتك بنفسك سيدنا إبراهيم عليه السلام وضع السيدة هاجر مع إسماعيل بواد غير ذي زرع في وقت لا كان في كعبة كالكعبة اليوم ولا في ناس كالناس اليوم ولا في زمزم كزمزم اليوم ومضى قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا هو عنده ثقة بالله عز وجل العجيبة وهي عندها ثقة بالله عز وجل العجيبة ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كان زادها الثقة بالله وكان عونه حسن الثقة بالله انتم تعلمون يا أخوان والله أنت في كل لحظة محتاج إلى أن تسكن إلى ربك والذين لا يسكنون إلى ربهم ولا يثقون بربهم تتلف أعصابهم وكم من إنسان في بلاد غربية انتحر لأنه فقد مقومات الحياة المادية التي بين يديه وهو كان يعتمد على هذه المقومات وما عنده يقين بأن الله عز وجل هو كافله وهو رازقه وهو رافعه وهو حاميه وهو مسلمه فبإلك ذهب كل ما في يدي ينتحر وكم من إنسان في عالم الغرب أو في عالم الشرق بسبب ضيق حاله أصيب بأمراض نفسية لكن المؤمن لأنه معتمد على ربه واثق كل الثقة بأن حمله عند ربه تجده مرتاحا مع أن وضع المعاشي بسيط وربما وضع الصح بسيط ووضع الاجتماع بسيط لكن ثقته بالله تعالى كبيرة بذلك تجده مقبلا على الحياة مقبلا على النشاط مقبلا على الهمة مقبلا على الإقبال على الله عز وجل الثقة بالله تجدها عند الصحابة الكرام أما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر قال عدة الله وعدة رسوله قال فبكى عمر وقال بي أبي أنت وأمي يا أبا بكر ما تكون تغدوا طيب يا أخي ما بدك بكرة تعطي هالولاد دوني روحوا على المدرسة طيب لي أم تمرض لي أم بدك طبيب لي أم بدك تجيب مصاري يا أبو بكر قال قال تركت لهم عدة الله وعدة رسوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه عدة الله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن يتق الله يجعل له مخرجان ويرزقه من حيث لا يحتسب يقين يقين مطلق بأن الله عز وجل هو الكافل وبأن الله عز وجل كلامه لا ينتقض ربما تجد بعض الشباب يخاف أن يتزوج بيقول لك يا أخي أنا كل دخلي سبعين ألف لرسولي طيب عندنا بيت وأنا حاب بلاقي طريقة أنا وزوجتي يعني السبعين ألف نمشي عليهم يصبرك إجاني ولد طيب قديش عملية الولادة يبدا طيب هذا الولد ما بده غراض طيب ما بده أكل وأنا كلهم سبعين ألف كيف الذي حمل الكون كله هو الذي سيحمل أولادك وهو الذي سيحملك أنت ما عليك إلا أن تفعل ما تستطيعه ثم لتكن ثقتك بربك وإلا والله لو معك مئة مليون ربما احتجت إلى أمرين بدهم مئة وعشرة مليون شو بدك تعمل نم دك تجيب العشرة الأخر والله يا أخوان لو طلب من أحدنا أن يأتي بحبة زيتون شايف السبعين ألف اللي بجيب تأكدون لو طلب إليك أن تأتي بحبة زيتون لعجزت لعجزت بس الله عز وجل هو الذي يأتيك بالطعام ويأتيك بالشراب ويسلم ويسلم أهلك ويسلم أولادك بس أنت ليكن عندك الإيمان المطلق بأن الله هو الفعال بأن كلام الله عز وجل هو الذي يمضي في هذا الكون بأن وعد الله عز وجل واقع بأن موعوده جل جلاله حاصل أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن عبد العزيز قال كان للزبير ابن العوام رضي الله عنه ألف مملك يؤدون إليه الخرج فكان يقسمه كل ليلتين ثم يقوم إلى وليس معه شيء يعني عنده ألف أجير وكل بيشتغلوا بيجيبوا الغلة كل يوم لما بتوصل الغلة المساء قبل ما يروح لبيته بيوزع ويروح لبيت أنا بس بس أنا عودت ربي عادة كل يوم قبل أن أذهب إلى البيت ونفق كل شيء قال لي فقط أبقي ما أحتاجه يعني لحاجاتي وحاجة زوجتي وأولادي قال لي بس لازم قبل ما أروح على بيتي وزع كل شيء قال له كل شيء قال لي كل شيء بس يعني مثلا زوجتي بد شغلة الفلانية بإملة المبلاغ ابني بده شغلة الفلانية بإملة المبلاغ ونعبي ما أزوط وإملة المبلاغ بس باقي كل شيء يجب يمضي قال لي الله عودني عادي قال لي أرى في الرؤية شخصا لا أعرفه مثلا أنه جاي لعندي وبده مثلا هو محتاج 300 ألف قال لي تاني يوم الصباح بقلب النهار يأتي نفس الشخص قال لي بيكون هو متحرج شو بده يحكي شو بده يقدم شو بده يأخير قال لي أنا بفتح له الموضوع أنه أنت المبلغ 300 ألف لما أكتر يوم بيقول 300 ألف قال لي والله أنا بفتح الدرج بلاقي بالدرجة 300 ألف قال لي مرة كانت ليلة العيد وقال لي وبالعيد يأتينا دخل يعني جيد بس في ذاك يعني قبل هالعيد هدون اللي بدنا منه المصاري ما أعطونا قال لي أنا ذهبت إلى بيتي وما معي شيء على الإطلاق قال لي وأنا متعود عندي أولادي وعندي أحفادي هو كريم يعني هو كل شي عنده يعطي للناس قال لي هلأ الليل يبدون يجوا الأولاد ويجوا الأحفاد ويجوا الكنائن كلهم لازم أعطيهم شيئا قال لي دخلت إلى غرفته وسكرت على حال الباب قال لي رجعت 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 البيت وأنا مهموم أنتظر صلاة العيد ذهبت إلى صلاة العيد صليت العيد رجعت ودخلت إلى غرفتي قال لي وإذا يندق الباب يقولون فلان فلان هون يجو لعنده دقوا عليه الباب في واحد يريد 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 خاف أنه يكون يطلب منه شيء أنه ما اعتذروا إلى الرجل قال ضروري أنا جاي من حلب قالوا له في شخص ضروري قال جاي من حلب طلع لعنده وإذا واحد من تجار حلب قال والله عم بحاول أصل لك قبل العيد ما عم بقدير ما تمكنت لأن أصل حتى لليوم ازدليت على بيتك وجئت قال لي جايب لي شيء 2 مليون لرسول حطان إياه يا أخوان الكون كله يحمله رب العالمين كل واحد من الجالسين كل واحد من السامعين سينبئك بقصة جرت معه إما في حاجة سدها الله وإما في مرض عافاه الله وإما في ضيق فرجه الله وإما في عدم أوجده الله شيء يعجز الإنسان الذي يحمل الكون كله هو رب العالمين فدع ثقتك به مو بمعاشك الذي بين يديك ولا بشهادتك التي حصلت عليها ولا برتبتك العلمية التي بلغتها ولا بذكائك وتربيتك لأولادك الذي تعلمتها وإنما اجعل إيمانك القطعي بحضرة الله عز وجل فالزبير ابن العوام كل يوم ألف أجير يأتونه ألف مملوك يأتونه بالخراج بالغلة قال كان يقسمه كل ليلتين ثم يقوم إلى منزله وليس معه شيء وأخرج الحاكم عن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار فقسمها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألف ليرا دهب فورا وزعون عنده ثقة بأن الله عز وجل سيعوضه ولما أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون تذكرون بأن واحد من الصحابة أبو الدحداح تبرع بأرض بس الأرض وين بالمدينة المنورة وين بالمدينة المنورة قريبة من المسجد النبوي الشريف وغير أنه قريبة من المسجد النبوي الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستعذب ماءها فيها بئر عذبة تخيلوا الآن أرض بساحة المرجة مركز البلد وفيها بستان وهذا البستان كله في ثمار وفي بئر يعني قديش بتسوى مليار مليارين خمسة مليار عشرة مليار بس سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا عنده ثقة بالله الله هيك يقول خمسة مليار لوجه الله تعالى الآن نحن عتعودنا يا أخوان وعند يتبرع مثلا بألف خمسة آلاف عشرة آلاف مئة ألف خمسمائة ألف مليار والله اكتاردون خلي نص بالنص خلي خبي نصهم الله يرضى عن الصحابة ثقتهم بالله كانت كبيرة سئل أبو حازم قيل له ما مالك قال لي مالان لا أخشى معهم الفقر الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس مست معنيا بأن فلانا صار مع مال بأن فلانا صار عنده جاه أنا اتكالي واعتمادي على الله قال يحيى بن معاذ ثلاث خصال في صفة الأولياء الثقة بالله في كل شيء والغنى به عن كل شيء والرجوع إليه في كل شيء الثقة بالله في كل شيء والغنى به عن كل شيء والرجوع إليه في كل شيء طيب أنا مقصر مع الله عز وجل شو ساوي ارجع إليه في كل شيء لأنه هو يعاملك بما يليق به مو بما يليق بك لأنه هو يملك وأنت لا تملك هو يقدر وأنت لا تقدر هو يعلم وأنت لا تعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط هو الإبري إذا الإبري غزيته بالبحر وطلعت قد يش يتناقص من البحر قال لو أن العباد كلهم سألوا الله فأعطاهم ما بينقص إلا كما يحدث مع هذا المخيط لذلك مرات واحدنا يحتاج من الله أشياء لا تتوانى أن تبقى على باب الملك تسأله ولو ملح عجينك ولو شراك نعلك والله عز وجل لتكون عندك ثقة بأن الله عز وجل سيعطيك أنا يا أخوان والله ما رأيت أحدا سأل الله تعالى أمرا إلا أعطاه ما رأيت أحدا سأل الله تعالى أمرا إلا أعطاه فأكثر من الطلب من حضرة الله عز وجل تريد صلاحك اسأل ربك تريد سلامتك اسأل ربك تريد غناك اسأل ربك تريد عافيتك اسأل ربك تريد نجابة أولادك اسأل ربك بس ابق على باب الملك سائلا على أن عطاء الله عز وجل الله يعطي حسب ما يريد هو جل جلاله ربما تسأل أمرا يكون فيه هلكتك فالله عز وجل يعطيك بس يعطيك حسب ما يريد هو إما أنه جل جلاله يعطيك ما سألت مباشرة أو أنه جل جلاله يرفع عنك بلاء لقاء هذا السؤال الذي سألت أو أنه يدخر لك من هذا العطاء في الآخرة ليعطيك إياه في الآخرة حتى إن العبد في الآخرة يعطى المنزلة يقول من أين لي هذه المنزلة أنا ما عملت يقال هذا الدعاء الذي سألته ولم تعطه في الدنيا ادخرناه لك في الآخرة يتمنى العبد لو أن الله عز وجل لم يجيب له ولا إجابة في هذه الحياة الدنيا على كل الأحوال لتكن عندك ثقة بحضرة الله عز وجل كثقة الرضيع بأمه ثقة مطلقة به جل جلال روي عن الأصمعي أنه قال أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له القعود الناقة فقال ممن الرجل قلت من بني أصمع قال من أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال اتل عليه فتلوت صورة الذاريات والذاريات ذر فلما بلغت قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة طلب مني أن أقرأ سورة الذاريات فلما بلغت الآية صاح وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا والله مصبوط وفي السماء رزقنا وما نعد ثم قال وهل غير هذا في بهذا القرآن غير هذا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين لأن الله عز وجل قال فورب السماء والأرض إنه لحق وفي السماء رزقكم لا تخافوا يا شباب أنت عليك أن تعمل ما تستطيع أنت عليك أن تبذل الوسع ثم مئة بالمئة يقن بأن رزقك عند الله الآية تقول وفي السماء رزقكم وما توعدون بس أنتو كلكم عم تشتغلوا بالأرض حدا بيناتكم بيشتغل بالسماء كل مكاتبكم وكل محلاتكم وكل أراضيكم وكل مزارعكم كلها بالأرض لكن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون أنت عليك أن تفعل ما تستطيع وأبقي قلبك معلقا بالله عز وجل وأيقين بأن الله عز وجل سيغنيك وسيؤويك وسيكفيك للحديث عن الثقة بالله تعالى تتمة إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام والحمد لله رب العالمين